اقتصاد متهالك، بنية تحتية مدمرة، عملة في أدنى مستوى هذه حال سوريا والسوريين في ظل سيطرة علي بابا وأربعين حرامياً آخر على مقدرات البلاد في حين يرزح أكثر من 95% تحت خط الفقر هي نفسها بمحض الصدفة نتائج الانتخابات الرئاسية في سوريا كما تعودنا في السنوات الماضية خمسون عاماً ومملكة آل مخلوف تزداد ثراء على حساب السوريين دون حسيب أو رقيب يسأل من أين لكم هذا حتى خرج رامي مخلوف يستجدي عطف الشعب السوري شعب لا حول له ولا قوة فقربط نصفه لاجئ في بلاد الشتات ونصفه الآخر نازح يتجرع مرارة العيش في مخيمات لا تقي برد الشتاء ولا حر الصيف والمأساة مستمرة خرج مخلوف ليؤكد صحة تقارير تحدثت عن خلافات عميقة مع ابن عمته الرئيس السوري بشار الأسد وأنباء عن وضعه تحت الإقامة الجبرية كدليل إضافي على تنامي الصراع بين أجنحة السلطة داخل النظام الحاكم فيما ذهب مراقبون أبعد معتبرين أن ما يحدث بداية صراع سياسي بين المحورين الروسي والإيراني في سوريا ولا نذيع سرا بالقول إن مخلوف كان من أكبر الداعمين للأجهزة الأمنية خلال سنوات الحرب المستمرة لكن يبدو أن الأمور بدأت تأخذ منحا آخر فالإمبراطورية المالية التي استندت إلى مبيعات النفط خارج سياق الدولة وأرباح شركات سرية وعلنية باتت مهددة بخطر الزوال جراء صراع على تقاسم الثروة صراع كانت فيه روسيا الغائبة الحاضر سيما مع ارتفاع تكاليف الحرب فوجدت ضالتها في عائلة مخلوف التي تسيطر على 60% من الاقتصاد السوري بحسب ما كشفت تقارير عالمية آخرها لمنظمة جلوبال ويتنس لمكافحة الفساد نهاية 2019 اقتصاد بات مهددا بعقوبات قيصر الأمريكية التي تهدد بالنتيجة شركات تتعامل مع الحكومة وما يؤشر على الدور الروسي في قضية مخلوف أحدث تقرير للمجلس الروسي الذي يديره وزير الخارجية السابق إيغور إيفانوف تحدث عن حجم الفساد وأخطاء القيادة السورية وانفصالها عن الواقع تزامنا مع حملات إعلامية ضد الأسد أول ظهور له منذ تسع سنوات فتح الباب أمام قراءات مختلفة ففي حين اعتبر ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي أن ما يحدث مشاكل عائلية رأى آخرون أن مخلوف بات مرفوضا من جانب الأسد ولم يمنع ذلك البعض الآخر لوصف ما يحدث بالمسرحية الهزلية وأيا كانت أسباب الظهور فالمؤكد أن محاولة مخلوف لتبرئة نفسه أمام الرأي العام لن تشفع له عند الشعب السوري الذي ذاق ولا يزال مرارة القهر والحرمان بسبب فساد الحكومة والمقربين منها ولا عجب فسوريا لم تكن يوما للسوريين منذ عشرات السنين من ينقذ سوريا؟ من ينقذ السوريين؟ من يحمي قبر صلاح الدين لسان حال الشعب السوري عبر نداءات واستغاثات ما زالت تبحث عن أصداء لها في عالم صم أذنيه قبل أن يغمض عينيه عن جرائم حرب ارتكبت في بلد هجرته الطيور على وقع دوي المدافع وهدير الطائرات